السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا سيكون عن رؤية دود في المنام يرى الإمام ابن سرين أن الدودة هي رمز للبنت ورؤية الدود في المنام دلالة على البنات من رأى أن دود على ما لابسه سيحصل على مال وفير ورزقاً واسع ومن رأى الدود يخرج من بطنه فهي دلالة على أولاده الذين يأكلون من ماله رؤية الدود بقصرة في المنام دلالة على تولي منصب أو مسئولية رؤية الدود بشكل عام زيادة في عدد الأولاد من رأى الدود يأكل في جسده فسوف يأكل أولاده من ماله الدود في المنام للعزباء بشارة بالزواج أو الخطوبة ورؤية الديدان البيضاء في منامها يدل على تقدم رجل شريف لخطبتها أما رؤيتها للديدان السوداء دلال على تقدم رجل سيء لها رؤية المتزوجة للدود في المنام دلال على وجود مشاكل زوجية أو عائلية وسوق الظن أو الحسد رؤية الدود في شعر المرأة المتزوجة دلالة على خير ومال مقبل أو إنجاب الأولاد رؤية المرأة المتزوجة للدود الأبيض تحذير من الثقة من أشخاص سيئين تفسير رؤية الدود في المنام للرجل إذا رأى الرجل الأعزب الدود في المنام فهي دلالة على قرب زواجه إذا رأى الرجل الدود على سيابه فهو دليل على المال رؤية الدود الأخضر في الحلم دلالة على الزوجة الصالحة وزيادة عدد الأطفال تفسير رؤية دود الأبيض في المنام رؤية الديدان البيضاء في المنام دلال على الفساد والسرقة وزوال النعم وكذلك الرياء والنفاق وقد يكون دلالة مقرى الأشخاص والأعداء رؤية الدود الأبيض لغير المتزوج قد يكون دلال على اقتراب موعد زفافه أو إقباله على الزواج تفسير رؤية دود الأسود في المنام بشكل عام الدود الأسود دلال على مقر ومكائد الأصدقاء والأقارب والحسد والحقد الدود الأسود تحذير من شر سوف يلحق بصاحب الرؤية إذا رأى الشخص أن الدود يخرج من فمه تل ذلك على أن أهل بيته يخططون من أجل أن يقوموا بتعريضه للأذى وتدل هذه الرؤية أيضا على أن هذا الشخص سوف يقع ضحية للخديعة والكلام المعسول خروج الديدان من فم الرأي في الحلم دليل على سقوطه في فخ المقرى والنفاق رؤية الدود يخرج من الفم دليل على أن الرأي سيقع في صدمة اتفاق أفراد أسرته عليه تفسير رؤية أكل الدود في المنام إذا رأى الشخص في منامه أنه يقوم بتناول الدود دل ذلك على أبناءه يأكلون ماله ويسببون له الكثير من المشاكل مع الآخرين إذا رأى أن الديدان تمشي على ملابسه دل ذلك على أنه سوف يرزق بالكثير من المال وإذا رأى الشخص أن الدود يأكل من لحمه فذلك يرمز إلى أنه محاط بطبقة مقربة يظهرون له عقص ما يبطلون ويسركون مجهوداته ويأكلون أمواله ويقولون عنه ما هو باطل وقد ترتبط هذه الرؤية بشعور الرائع عند أكله فإذا كان يشعر بالسعادة وكان مزاق الدود جيد فقد يرمز ذلك إلى كذب الأموال والتساع الأموال وجمع السمار أما في حال كان يشعر بالحزن ومزاقه سيء فذلك يدل على سوء الحظة والفشل الزريع ووجود من يضمر له العداء والحسد يقول النبولسي أن رؤية الدود في المنام تعني وجود مجموعة من الأعداء يظهرون له المودة ويبطلون عنك العداوة أما إذا شاهدت في منامك ظهور الدود الأسود في منزلك فأن هذه الرؤية تنبئ بوجود مجموعة من الأعداء يخططون من أجل النيلة منك وذلك من خلال قيمهم بإشعال وطيرة الحرب بينك وبين الآخرين مما يجعلك تواجه الكثير من المشاكل في حياتك رؤية الدود القز في المنام من الرؤى المحمودة حيث أنها تدل على خير كثير من قبل السلطان كما تدل هذه الرؤية على ترقية في العمل وتدل على النجاح في الدراسة للطالب رؤية مجموعة من الديدان في فراش الرائي تعني أن الشر يأتيه من ناحية أبنائه رؤية المتزوجة بأن الديدان منتشر في الطعام الذي تتناوله أو العصير الذي تشربه يشير إلى رزقها بأطفال فهذا الحلم يجعلها تنتبه بأن هناك حمل جديد في القريب العجل إذا حلم الأعزب بأن الديدان تملأ طعامه فهذا يشير إلى الخير الذي سوف ينعم به والرخاء الذي سوف يطفو على كل جوانب حياته ويرمز الدود في الأكل إلى الرزق الذي يأتي بعد مشقة ومعاناة وإذا كان الدود في الماء يرمز إلى الحد الذي يفصل بين الرائي وأبنائه وإذا كان الدود في الفواكه والخضروات فهذا يعني ذلك قصرة الرياء والغشة وضياع الأمانة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء